جديدة تتعرض لها الحبال النحاسي الكهربائي وهذه المرة بدوار سيد عتمان بسخيرات عملية السرقة هاته وقعت بعد منتصف الليل بأربعين دقيقة حيث سرق الجنات قرابة ألفين متر من السلك الكهربائي أي ما يناهز طن من النحاس اليوم وقعت سرقة أسلك كهربائية من ضغط مرتفع 22 ألف فولت هذه العملية يقومون بها بعض الناس يحطون نفسهم في واحد الموقع الخطير جدا أنهم يعرضوا أنفسهم للموت المباشر يعرضوا كذلك المجموعة للساكنة للأضرار طبعا توقف الكهرباء العملية هاته هو بالإضافة إلى ما تكبده من خسائر للشركة المفوضة بتدبير قطاع الكهرباء فهي كذلك خلفت خسائر للساكنة والمقاولات والمعامل حيث توقف العمل بها نتيجة قطاع الكهرباء وحسب المعاينة الأولية للحادثة ومكانه من المرجحة تكون وراء الحادثة عصابة متخصصة في مثل هذه السرقات حيث تحتاج مثل هذه العمليات لمعرفة دقيقة في التعامل مع الطيار الكهرباء المرتفع